موسيقى نشرة الرابعة من العراقية الرياضية نستهلها بأبرز العناوين موسيقى موسيقى جورجيس يؤكد اقامة مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره السوري في موعدها المحدد موسيقى التطبيعية تحدد موعد انطلاق بطولة كأس العراق وموعد انطلاق دوري الدرجة الاولى موسيقى خبير يؤكد ان الزوراء ينتظر الضوال اخضر من خلية الازمة للمباشرة بالوحدات التدريبية موسيقى موسيقى من العناوين الى التفاصيل اهلا بكم اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم ان مباراة المنتخب الوطني الودية امام سوريا لن تؤجل وستقام في موعدها المحدد خلال شهر ايلول المقبل وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كورغيس ان المباراة الودية امام سوريا ستقام في موعدها المحدد باربيل دون تأجيل واضف ان المباراة تسبقها اجراءات طبية وبروتوكولات بالاضافة الى ان اللاعبين السوريين المصابين بكورونا سيخضعون للحجر الصحي خلال الايام العشر المقبلة تجدر الاشارة الى ان المباراة من المقرر ان تقام في الثامن من شهر ايلول المقبل على ملعب فرانسو حريري تمهيدا للتصفيات الاسيوية المزدوجة صدقت الهيئة التصبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصية لجنة المسابقات بشأن اعتماد آلية مستابقات بطولة كأس العراق للموسم الكروي الجديد وسيتم اعتماد نظام البطولة عبر دعوة الاندية بمختلف مستوياتها والرغبة بالمشاركة بتقديم طلباتها الى الاتحاد ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولغاية الثالث عشر من ايلول المقبل وستكون المشاركة اختيارية في بطولة الكأس فيما ستقام القرعة في السادس والعشرين من الشهر المقبل وبعدها تنطلق المراحل الاولى والثانية والثالثة بتاريخ عشرين وثلاثين وخمسة وعشرين من تشرين الاول وايضا دون الدرجة الممتازة وسيتأهل اثنى عشر ناديا من التصفيات الاولى لتلتحق بفرق الدوري الممتاز في الدوري الثاني والثلاثين على ان تلعب باقي المراحل بدءا من شهر تشرين الثاني تزامنا مع فيفا دايا صدقت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة على توصيات لجنة المسابقات لاعادة تصنيف الاندية في المحافظات الى مستويين درجة ثانية ودرجة ثالثة للموسم المقبل وسيكون موعد انضلاق تصفيات الموسم الكروي في الخامس عشر من ايلول المقبل للعام الجاري ولمدة شهرين تنتهي لغاية الخامس عشر من تشرين الثاني وسيترشح بطر دوري درجة الثانية من كل محافظة الى تصفيات المناطق وبغداد والتي ستخود تصفياتها ابتداء من الخامس والعشر من تشرين الثاني المقبل ولغاية الخامس والعشر من كانون الاول والتي ستتمخض عن تأهل اثني عشر ناديا جديدا يتم ضمهم الى الاندية العشر من الموسم الماضي مع ناديي الحسين والبحري الهابطين من الدوري الممتاز وسيصبح العدد الكلي للاندية اربعة وعشرين ناديا هم اندية دوري الدرجة الاولى العراقي والذي سينطلق ابتداء من الفين وعشرين وايضا على شكل مجموعتين شمالية وجنوبية تلعب باسلوب الدوري لمرحلة واحدة اكد مدرب فريق نسليخ رشيد سلطان لبرنامج تغطية خاصة ان دوري الدرجة الاولى عبارة عن مسابقة الكأس ومن الصعب اقامة دوري بهذا الوقت بسبب التارك الثقيل وعدد الاندية المتواجدة دوري يطلق علي دائما عادتين يشاعر لدور المظاليم يكون المظلومين بكثر من لاعبين من مدربين من ادارات اندية تفضلت ولخصت شي بسيط ذكرت انه يوجد بعض الاندية تخذ 25 مباراة وبعد خذ 25 مباراة مجرد خسارة مباراة وحيدة يكون خارج التأهل لدوري المنتاز انا هذا اعتبره مدوري دائما اقول على دوري الدرجة الاولى انا سميه كأس كأس الدرجة الاولى وليس دوري الدرجة الاولى لان هناك تنقلات من مرحلة لمرحلة اخرى يعني اذا يوصل الى اربع تأهليات وفي بعض الاحيان يوصل الى ثلاث تأهليات هذا مو دوري الدوري الحقيقي هو دوري منظم تلعب دوري عام مثل ما بقية الدول لكن هسا في الوقت الحالي من الصعب اقامت هذا الدور بسبب التركة الثقيلة وعدد الفئة صرح مدرب فريق شباب الطلب بها كاظم لبرنامج تغطية خاصة ان هناك مدربون يقومون بتزوير اعمار اللاعبين خصوصا مدربي الفئات العمرية في العاصمة بغداد قضية التزوير هي تتبع الكادر التدريبي ليس لا يتحملها لا ادارة نادي ولا لجهة المسابقات هو المدرب ذاته احنا نتمنى من لجهة المسابقات تسوي كتاب وبيه شروط بنقاط تدزة للادارات الاندية بيها غرامات حرمان مدرب تخصم نقاط من الفريق الاول ولا حتى تبعات قانونية المفض الصيد تبعات قانونية كل شيء نلازم عليه لا تتقضع التزوير اما تخلي على نفس النظام السابق ما راح الصور تسوي شيء مدربين يعملون هم روحهم يمشي بدهمهم شغلة التزوير من ضمن اللي احشي لك اهل اللي عندنا في بغداد وخصة في دور المنتاز واكو شغلة ثانية كابتن انا ليش منده احشي لك احشي لك واقع اكو مدربين يوقفون باب الاتحاد من يطلع فلان فلان يقل له ترى فلان عنده تزوير فلان عنده تزوير المدربين يمكن كابتن قريب عليهم كابتن رشيد مدربين هم يزورون اللاعبين اشلون قل له اجيب لجنسية ما لاخوك يلاعب بجنسية تاخوك واكو بعض الاندية صعدوا لاعبيهم كل واحد اللي صعد لاعبين للأول فرق خمس سنوات موالي ستة وتسعين انا قصدي لجهة المسابقات فيها تتحمل المسئولية كاملية ليش تسوي ضوابط قانون كامل الدزة لرئيس النادي يختم به ويوقع به رئيس النادي صدقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات بخصوص انطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر اللامي في بيان ان موعد انطلاق دوري الشباب بشكل رسمي في العشرين من ايلول المقبل تزامنا مع مباريات الكبار بدوري الممتاز وبين اللامي ان ابرز شروط المسابقة والتي تم تصديق عليها هي اعتماد البطاقة الوطنية حصرا مع صورة حديثة ولا يجوز اعتماد اي مستمثك اخر وكذلك اعتماد تولد 2003 فما دون بحسب تعليمات الاتحاد الاسيوي مع تعهد خطي من قبل النادي بتولد اللاعبين المشاركين في الدوري اجتمعت ادارة نفط الوسط والنجف في مقر الاول وتم الاتفاق على بروتوكول تعاون مشترك بين الناديين وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنفط الوسط هيثم عباس بعيوي في تصريحا خص به العراقية الرياضية ان الفريقين هما وجهة حقيقية للمدينة والطرفان يسعيان لان يكون خير ممثل لهذه المحافظة التي لطالما اخرجت نجوما كبارا مثلت المنتخبات الوطنية مؤكدا ان الاتفاق جرى على بروتوكول تعاون بين الناديين وبالايام المقبلة ستزور ادارة نفط الوسط نادي النجف لتوقيع البروتوكول اكد المدرب المساعد لفريق الزوراء احمد خضير ان الفريق ينتظر الضوء الاخضر من خلية الازمة للمباشرة بالوحدات التدريبية استعدادا للموسم الجديد واضاف خضير ان الكادر التدريبي متواصل مع جميع اللاعبين من خلال وضع برنامج تدريبي متكامل لمرحلة الاعداد وبينا ان زوراء انهى كافة تعاقداته المحلية بتعاقده مع لاعبين متميزين اضافة الى لاعبي الموسم الماضي ممن قدموا مستويات جيدة كما غادر الفريق مجموعة من اللاعبين واوضح ان الفريق اكتفى بالمحترفين السوري زاهر ميداني والموريتاني الحسن حبيب ولا نفكر في الوقت الحالي باضافة محترف ثلاث في اطار الوحدات التدريبية الاليكترونية التي تقيمها المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية التابعة لاقسام الموهبة الرياضية في بغداد والمحافظات قدم مركز اللعبة في كربلاء المقدسة وحدة تدريب الاليكتروني عن قانون كرة اليد المادة الاولى ساحة اللاعب وعدد من التمارين البدنية للمحافظة على لياقة اللاعبين واستعانت الوحدة بالتمارين الفيديوية التعليمية للاتحاد الدولي لكرة اليد في ايصال التطبيق العملي للتمارين لللاعبين مشاهدينا النشرة مستمرة وفيها تتابعون